بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو مديد. اه النهاردة هنتكلم عن اه رموز اه يجب الحذر منها او رموز اه لو شفناها في المنام اه مانا ده جاهلهاش خالص بتدل على مقوع مشاكل او اهم اه من الرموز دي اه ان المرأة او السيدة تشوف ان هي اه طالع لها شعر في في اللحية يعني ان هي ليها اللحية يعني فده من من الرموز اللي بتدل على اهم او مشاكل في حياة الرأية. اه كمان نباح الكلاب ان هي تشوف الكلاب عمتا اه عدو لما تشوف انه بيطلع صوت او نباح الكلاب او الكلاب فده كلام اه للأسف من عدو هيكون الكلام ده اه يعني هيمس اه السمعة اه سمعة البنت او السيدة دي. اه كمان رؤية الخرز او العيون ان تشوف ان على جسمها في خرز او عيون او سكوب. اه سواء اه على اه كمان على لبسها يعني ان تشوف ان اللبسها في سكوب. اه السكوب عمتا في المنام او الخرز او الرزمة العين دي من الحاجات اللي بتدل على اصابة الشخص ده بالعين او بالحسد. كمان نظرة الحقد او نظرة الغل من من الشخص ما. اه دي من الرموز اللي بتدل على اه لا اما وقوع خلافات اه بيننا وبين الشخص ده. لا اما ان الشخص ده اه يعني اه اصابنا بالعين. كمان من الرموز دي اللي هي المراقبة ان انا شوف حد بيرقبني او ماشي ورايا برضو. دي من الرموز اللي بتدل برضو على الاسوبة اه ان انا شوف نفسي في امتحان وان انا سقط في في الامتحان. فده للاسف معناه ابتلاء اه من الله سبحانه وتعالى. اه كمان ان انا شوف اه من الايات القرآنية او من الصور القرآنية ان انا شوف سورة يوسف اه سورة القمر. يعني سورة يوسف من الصور اللي بتترمز للظلم. ان الشخص ده هيتعرض لظلم اه او بلاء ولكن هيخرج منه ان شاء الله اه معافية. كمان سورة القمر اللي يشوف سورة القمر سورة القمر بتدل على السجن. كمان سورة الغاشية من الصور اللي بتدل على دي اه في المعيشة. اه كمان سورة النجم. اه سورة اه سورة النجم بتدل على ان الشخص ده هيرزق بولد. ولكن يعني الولد ده مش هيكون عمره مش هيكون طويلة. كمان المرأة للمرأة انك تشوفي اه مرأة في في الرؤية المرأة للمرأة عدو. اه خصوصا لو كانت المرأة شكلها سيء او شكلها مش مستحب. اه كمان اللي الدلج. لو شفنا الدلج في غير موسمو. يعني لو احنا في الصيف وشفنا اه التلج. فده اه تعطيل للحال. للأسف وتعطيل للرزق. اه كمان البكاء ان شوف الشخص بيبكي وبيبكي بسوت او باي تكوس بقى اه سواء اه شق الجيب او اه او اه او اللضم او كل الحاجات دي فده للأسف بتدل على وقوع مصيبة للرأي. اه كمان اي اه اه بيصيب الرجل سواء اه قصر او اه يعني اي ازا اشوفه في 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 الرجل فده للأسف اه بيدل على اه ان الشخص ده هيقابل اه مشاكل لان الرجل مناطل للسعي اه ان الشخص ده بيبقى عايز يحقق حاجة او عايز يعمل حاجة لكن هو مش هيوصل لها. كمان هيكون فيه مشاكل يتعرض لمشاكل مادية اه مشاكل في العمل مشاكل في الرزق. اه كل ده بالنسبة للرجل. اه تغيير للسكن ان تشوف ان الشخص اه نغير السكن لكن راح لسكن اقل من او يعني سكن ديق سكن اه اه مفهوش يعني ضلمة مثلا او اقل مستوى من اللي كان ساكن فيه. فده الاسف تغيير رحال للاسوأ. اه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي غيرت السكن. فللاسف ده انفصال عن زوجها. اه كمان اه سقوط ان يشوف الشخص انه سقط اه من اه من اعلى مثلا. فده اه بيدل على ان الشخص ده اه عنده احلام وعنده امنيات لكن للأسف الامنيات دي او الاحلام دي الحقيقة مش هيوصل لحاجة فيها او مش هتتحقق. اه كمان اه سقوط الاسنان يعني سقوط الاسنان ليه تفسيرات كتيرة جدا لكن سقوط الاسنان معناه غيبة او ان الشخص ده هيغيب سواء اه اه يعني ان فيه شخص قريب منك هيغيب سواء اه اه بصفة غيبة في صفر او غيبة اه في في عمل او غيبة اه باي باي شكل من اشكال انه هيغيب انه وهيحصل خلاف مثلا ومش هت اه يعني مش هتشوفه بعد تاني يعني ايغيب انه المهم من الشخص القريب منك هيغيب. اه كمان سقوط عمود البيت ان تشوف يعني ان فيه عمود البيت سقط او او السقف كمان. اه ده معناه للأسف موت اه حد من من عواميد البيت او حد كبير في البيت. اه كمان رؤية العيش. العيش او الخبز. اه لو شفنا فيه اي عيب. يعني مثلا اسود محروق اه ناشف. العيش الناشف ده يعتبر صعوبات بيقابلها الرأي في حياته. فلو شفنا عيش ناشف او عيش اسمر او عيش اه اه يعني فيه اي عيب منه العيوب فده للأسف بيعود للعيشة بتاعة الرأي او حياة الرأي. اه كمان من الرؤى اللي ممكن لو سيدة شافتها فده بيدل على يعني آآ زواج زوجها باخرى زي مسلا ان هتشوف ان هو بيبني حجرة فوق حجرة. او ان هو او ان هي نايمة وفيه يعني نايمة سرير فوق سرير. او ان تشوف زوجها جاب آآ مصحف ومعاه مصحف وراح اشترى آآ مصحف آآ تاني. دي برضو من الحاجات اللي بتدل على ان الزوج ده هيتزوج بامرأة تانية او بزوجة تانية. آآ كمان آآ ممكن نشوف البلاعة مثلا دي برضو من الحاجات البلاعة الحيوانات اللي هي ممكن تدل على امرأة آآ خاق سيئة او حاجة اللفار او او الحية او العقربة. كل الحاجات دي من الحاجات اللي بتدل على امرأة. آآ مرأة سيئة يعني. كمان الملابس. ان نشوف الملابس بتاعتنا مثلا متسخة او مش نديفة او الريحة ريحة مش آآ مش طيبة. كل الحاجات دي بتدل على مشاكل وهموم لو المرأة متزوجة في المشاكل الزوجية او مشاكل في العمل. آآ كمان ان احنا نشوف فيها صقوب او فيها اخرام مثلا او مقطوعة. احنا مش عارفين نصلحها فدي لاما مشكلة. مش عارفين نخرج منها لاما السكوب دي زي ما قلنا بالترمز للعين او للحسد. آآ ان الشخص ده يعني في آآ عين او حسد. آآ كمان آآ يعني الملابس بشكل عام لو كانت مش مريحة يعني سواء واسعة او قسيرة او آآ او ديقة. فكل الحاجات دي برضو آآ بتبقى من الرموز اللي هي غير غير مستحبة. آآ كمان آآ رؤية الشعر او قس الشعر. ان تشوف شعرك يعني قس دي بشكل مش حلو يعني مش حلو عليك او شكله مش مترتب. دي برضو من الاسف من الحاجات اللي بتدل لو كانت البنت مرتبطة فمعناها ان هي هتفسخ خطوبتها مثلا او يعني معناها انتهاء آآ حاجة او انها هتفكت حاجة من زينتها زواء آآ زوج او آآ خطيب او اي زينة من آآ من الزينة بتاعة المرأة. آآ كمان الحزاء انها تشوف في اي عيب آآ من العيوب زواء آآ ديق او واسع او آآ او حتى لو لبسها فردة وفردة يعني الفردتين مش شبه بعض. دي كلها معناها اختلاف او خلافات سواء في العمل او في آآ لو متزوجة في آآ مع زوجها او مع خطبها او يعني آآ آآ من الرؤى اللي هي برضو غير آآ محمودة آآ دي جده الرموز اللي هي تعتبر غير محمودة في المنام ولازم ان احنا نستعيز آآ منها آآ بشكركم جدا واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في آآ في فيديو جديد مع السلامة. اشتركوا في القناة